انه فتح فتح باب التعيين بوظائف الحكومة ابتداء من شهر يناير القادم لسد العجز في بعض الاماكن الحكومية وانا بقولك وهو رغم ان اكيد اكيد كتير من حضراتكم هيبقى فرحان جدا بالخبر ده وحتقولوا يا سلام الحمد لله الوقف اللي كانت عاملاه الحكومة لموضوع التوظيف والتعيين في الحكومة اتشال وحيبتدي نعين ولدنا في الحكومة تاني وانا بقول لحضراتكم انه لو الخبر صحيح لو الخبر صحيح انا في منتهى الحزن هتقولولي يا تامر وانت عايزت والله ما ابدا انا عايز المصلحة وعمري ما كنت شايف ان المصلحة في التعيين في الحكومة عمري ما كنت شايف ان الفايدة هو التعيين في الحكومة واحنا منين بنقول ان احنا عندنا جهاز اداري مكتظ ومكدس وعايزين نخفه منين مش عارف ايه ومنين عمين نقول التراب في الميلي مش عارف ايه وخلاص وراح يتعاليه والمفروض دلوقتي القطاع الخاص والشغل واشتغل بايدك ومنين بنقول حاجات كتير جدا 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 ثم افاجأ بهذا الخبر انا بقول لحضراتكم ان انا شاكك مستحيل يكون الخبر صح فانا اطلبت من زملائي دلوقتي انه يكلموا وزارة التخطيط ويتأكدوا منها من هذا الخبر قبل ما افتح لانا لما بفتح برضو ما بعرفش ارجع فمعانا على التليفون طيب معانا الاستاذ رامي جلال متحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط مساء خير يا استاذ رامي استاذ رامي مساء الخير مش قلته معانا يا شباب يا استاذ رامي يا استاذ رامي اممم ما انا لو اتكلمت هفتح فانا عايز اتأكد انه صح ولا مس صح استاذ رامي سمعني ولا بسمعني طيب معلش انتصلوا تاني انتصلوا بيه تاني علشان خط لان هو واضح انه سمعني بس انا بالسمع وحضر لكم بالسمعين الكلام لو صح انا في رأيي انها تبقى مصيبة هتبقى مصيبة ليه مصيبة علشان ضد التوجه وقلق جدا على الطريقة اللي بتفكر فيها الدولة وبتفكر بيها الحكومة انا كنت مبسوط انه خلاص يا جماعة انسوا التعينات في الحكومة الوظائف الحكومية خلال الحكومة دي خلاص شكرا دلوقتي الشغل متعلق بالانتاج اشتغل شغلة تنتج بيها يا فرحتي وانت خريكوا ليت هندسة وبعدين يتم تعيينك في الحسابات في وزارة الري ولا تبقى مش عارف ايه فتشتغل يتم تعيينك في الارشيف في وزارة الصحة ده كلام ودنا في دهية سنين طويلة الطريقة دي ودتنا في دهية سنين طويلة وانا بقول لحضراتكم دلوقتي لسه الحد دلوقتي الثقافة موجودة عند فئات كثيرة جدا من الشعب المصري ام غلبانة بتكلمني وتقول لي والنبي يا استاذ تامر عايزين وسطه عشان نعين ابني في الحكومة فلما كنت بقولها على مدار السنين الفاتو يا امي والله الحكومة افلة الحكومة والمهان الشريف اسماعيل والحكومة اخد قرار وقف التعينات في الحكومة خالص انا ممكن اشوف له شغلانة في مصنع في ورشة في شركة قطاع خاص على حسب مؤهله وامكانيات وقدرات تقول لي لا 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 قطاع خاص لا انا عايز حكومة اقول لها يا ستي المصلحة في القطاع الخاص الخير في القطاع الخاص الفلوس في القطاع الخاص هياخد له 2000-3000 جنيه starting salary او بداية مرتب تقول لي لا 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 انا عايز الحكومة حتى لو ياخد 500 جنيه تقول لي على اقل لهم عشات وله تأمينات وحيفضل قاعد طول العمر وبتاعه يبقى لهم عشرة ما يدخل شوفوا الفكر عامل ازاي وده اللي ودنا في دهب عندنا 6 مليون موظف ترات ترباحهم ايه 5 مليون منهم ما لهمش لازمة 6 مليون موظف في الحكومة 5 مليون منهم وانا قد كلامي اللي لا بتاعت الحكومة كلها تخلص تخلص بنص مليون تخلص بـ 20000 اقول لكم معلومة لاتخدوكم عارفين الصين تسمعوا عن دولة الصين الشعبية هي اسمها دولة الصين الشعبية لانها كلها شعب فاش حاجة تاريخ للشعب ما فيش بيوت من كلها ناس بس دولة الصين الشعبية مليار عدد سكانها مليار 750 مليون يعني قدنا 17 مرة احنا 100 مليون هم مليار و700 مليون يعني قدنا 17 مرة عارفين الموظفين الحكومين عندهم كم للمليار 700 مليون اتنين مليون وشوية اتنين مليون بيخدموا مليار اعملوا النسبة هتلاقونا احنا حاجة تكسف حاجة بتهزر اشتركوا في القناة